الشفيع الكناني ما معنى قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يا الشفيع الكان هنا تام بمعنى وجد وإن وجد ذو عسرة إذا وجد إنسان متعسر لا يستطيع قضاء دينه في الموعد المضروب فها هنا يوجد فرض وسنة أما الفرض فالإنظار الإنظار بمعنى الإمهال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى حين تتيسر أموره ويستطيع قضاء دينه فنظرة إلى ميسرة والأما السنة والأفضل وأن تتصدق خير لكم يعني لو أن إنسانا مدينا لا يستطيع قضاء دينه في الموعد المضروب يجب على الدائن أن ينظره وأفضل من ذلك أن يتصدق عليه ابتغاء ما عند الله من أجل وثواب وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا حوسب يوم القيامة فقيل له هل لك من حسنة ترجوها فقال يا ربي كنت أداين الناس فأنظر المعسر وأتجاوز عن الفقير فقال الله عز وجل أنا أحق بالتجاوز منك انطلق إلى الجنة ترجمة نانسي قنقر